الحوار الليبي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية يتصدر جلسة مجلس النواب المنتخب فالحوار الذي من المفترض أن يستأنف خلال أيام دفع بمجلس النواب المعترف به دوليا إلى التصويت على تشكيل لجنة مكونة من 19 عضوا لدراسة مثودة الحوار المقدمة من الأمم المتحدة ومن ثم يتم عرضها في جلسة البرلمان القادمة للتصويت عليها وفور الانتهاء من الجلسة أكد عضو مجلس النواب إبراهيم لزغيد لوكالة الأنباء الليبية بأن شرعية مجلس النواب خط أحمر مؤكدا أن البرلمان وحده يملك حق منح الثقة للحكومة التوافقية المرتقبة ومراقبتها أو إقالتها وتأكيدا على ذلك أوضح عضو مجلس النواب بكر بعير الذي يشارك في جلسات الحوار في مدينة الصخيرات المغربية أن وفد الحوار توصل إلى نقاط جيدة أثناء جلسات الحوار السابقة من أهمها اعتراف المجتمع الدولي بأن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق في نهاية الحوار لن يكون للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته أي أثر على الحياة السياسية في البلاد لكن يبدو أن تطورات الحوار لم تلقى ترحيبا من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي أكد أنه أبلغ البعثة الأممية بإمكانية تعليق المشاركة في الحوار مرجعا ذلك إلى التصعيد العسكري الذي تشهده أطراف العاصمة رابلس فدوى القلال العربية